بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للجهاز للسفيركر ده نشرح الجهاز للسفيركر في صفة عامة وبعدين هنشرح الرليا اللي هو RXM-B1 مجزر الرليا من ABB فيه عبارة عن كويل 11.21 وفيه كونتاك كاد زي ما واضحة كده بعدها نورمال بلوز وبعدها نورمال اوبت بعد كده فيه الرليا الاسفيركر نفسه الجهاز اللي هنختبر به الجهاز عبارة عن مكان ابيض كده المكان ده وبعدين مربعات كده زي ما احنا شايفين بداية ففي البداية عشان نختبر الرليا ده احنا هنستخدم ده وهنا مكتوب من صفر لتلتمية فولت اثنين امبير دي سي تمام بعد كده طريقة التوصيل الرليا ازاي هنعرفها بعدين الجزء الابيض ده هيشتغل مع الجزء الابيض ده يعني اي جزء ابيض بوصل فيه طرفين عشان اخد منهم الفولت خلص يبقى هرفع بالبكرة دية اعلي الفولت او اقلي الفولت تمام بعد كده ده عندي اميتر اميتر ده مفصل تماما يعني ممكن اخد حتى يعني استخدمه كاميتر خارجي او فولتاميتر نفس الشي يعني عندي فولتاميتر لغاية 600 فولت واميتر لغاية 6 امبير ده الفيوز بتاع الاميتر بعد كده اقدر اخد من هنا اي سي برضو غير من البكرة دي يبقى اخدت الطرفين دول اقدر اغير من البكرة دي الاسي تمام هنا ال ال cerпа بختار منين يعني اي بقى اختار للد الى بنور 10 امبير لو ال 다كن يبقى اليربعين امبير لو ده يبقى 100 امبير بيختار من هنا من الاميتر ده. سيلكتور. او ان انا اختار الاميتر نفسه هو اللي يشتغل من هنا. والخير ده بختار لما يجاه في طبرة اجزيرة ليه. تمام? لو انا هختار الجزء اللي هنا ده. البوكس ده. يبقى بغير البولت. مع من هنا بختار النقطتين دول. بوسطف و نيجاتيب بتعديسيه. برفع من البكرة دي كده. هنا ده بيختار من 20 إلى 130. وده من 130 إلى 220. وده اون اوف. كده اون اوف. انا بغير البوكس الى تحت ده بنسبه ده ده دي سي وده اي سي. يبقى البوكس الى فوق لدي سي والبوكس الى تحت للإي سي هنا. برفع البولت من هنا. وده هرتس وده اون اوف. خلاص انا عايزة كده الجهاز معاه جهاز جزء على الشمال دي بتاع الطائمر. هنا ستارتل الطائمر وهنا ستارتل الطائمر. اريد award السم Прيготовى ضاقoping السم أخر Сегодня سم يدخل ضاق señora سم إستيار ولكن الآن لنهي اول ما يبتدي يوصل البولت يبعد نقطتين هنا للطايمر هنا تلاتة اوبشن عندي لو انا عملت اوم بلاس تايم كده يبتدي يعد اوتوماتيك لو انا عمل انشيشن هنا مناور الليت دار لو مناور هنا يبقى مستني لما يحصل شورت هنا يعمل ستارت لو حصل شورت هنا طيب لو هنا بيكون في شورت في البداية وتشيل الشورت يبتدي التايمر يعد طيب نفس الحكاية هنا يعمل ستارت هنا لو اخترت الخيار انه لازم يكون جايله فولتش او دي سي عشان يعمل ستارت لازم اللي هنا يجي فولتش لو انا اخترت دي لهنا لا مش لازم يكون تكتب فولتش ولا حاجة هنا نفس الحكاية هنا هولد عشان يعمل كاتش القيم عند البيكاب ودروب اوف كده وبعمل اون وبابتدي يزود في الفولتش طيب بنسبة للقيم اللي هنا دي انا عندي امبير وفولت وفيه في قيمة فوق بقدر اغيره من هنا لو بمعمل اوف بجاي هنا عن مود بانزل تحت عند الاسي بعمل بعمل بانزل على الفولت اه برضو خليه اه ايه بعدين بانزل على الا الا البلطميتر دي لا الجزء ايه بتاعت الوقت دي اه هنا بقى اللي كعرانة دي دي سي بقى بكده بلطميتر دي سي بعد كده تالت واحدة بتبقى الباور هو الجهاز كان مهني بس بعدين بختار الباور خلاص سلبت وبعدين بعمل اسكيب من هنا خلاص كده بقى عندي هنا بيقرى للوقت وهنا يقرى للفولت دي سي وهنا يقرى للامبير دي سي كده اقدر اوصله اول حاجة بوصل الفلطميتر بالتوازن بقى هنا الطرفين البلط هنا هنا كده وحاول استخدم الدات دي بالالوان هنا البلاك مع البلاك والريد مع الريد بعدها الفلطميتر كده هيقرى لو السلكتور ده بنور هنا لازم ده ينور الاول بعدين كده الاميتر ماشي اوك خارج الاميتر داخل الاميتر هنا كده الاميتر بقى له طرفين اول طرف له بوصله مع البوصطف التاني طرف خارجه وهيروح هنروح على الليه بس هننوديه عن طريق ام سي بي عشان اول ما وصل البوصطف يعمل ستارت الالتايم غير يبقى وصل اول طرف البوصطف على الام سي بي اه خاق يبقى داخل البوصطف و ADA خارج الام سي بي هايبقى هو ايه الروح على الرليه الرليه هنا محلوط هنا قاعدة تا بي بي كده هنروح على حطين على كام البوستف على ٢١٩ أسمعي ١١١ ١١٩ ١١١١ ١١١١ هنا أول واحدة من هنا ما هي دي؟ ٢٠١١ ايه دي؟ كده؟ خلص كده البوستف وصل الى اللي هو ده تمام؟ بعد كده ١٠١١ وزود ليد وزود ليد وزود هنا خيرنا بس لون الوير خلينها اقوى حمر الألوان مهمة جداً في الدين فده لون البوستف يدخل الـ MCB ويخرج بالـ MCB وروح على رلي هنا كده بعدين نأيجي الـ نيجاتي في اسمعي دي؟ اعطينا ٢٠٠ من الفاسمعي بعدين الـ نتوصل الـ كده على ٢١١ زي ما هو واضح من هنا كده ٢١١ وينه ١١ هو البوستف بعدين نأخذ مثلاً ١٢ و ٢٢ و ٢٢ و٢٠ كونتاك نورمال اوبني وأقف لي الحق هنا في الـ خدناها ١١١ اللي هو ده ١١١ ده ١١ اللي هو ما دول اللي هو ١١١ ١١ مفيش ١١١ ١١١ ١١١ هنا هيعملوا سطوب للـ الفريجة للـ الـ طيب إيه اللي هامل ستارت؟ اللي هامل ستارت البولي التاني بتاع الـ MCB خلاص بنوصل للطرفين اللي هيعملوا ستارت من البولي التاني من الـ MCB زي كده بالظرر بحيث ان انا لو عملت الـ MCB يوصل بوستف للـ وفي نفس الوقت يوصل يعمل ستارت البولي التاني من هنا لو انا باختبار الزمن بعد كده هنبتدي نعمل في البداية اول اختبار في الـ اول اختبار في الـ اول اختبار في الـ عندي هنا الـ كل يغزر إليه نفس الطريقة الـ نعمل الـ نبتدي نرفع شوية بشوية طبعا الـ 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 بعد كده نرفع هنا لغاية ما يعمل الـ 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 لو رفعت حتى البكرة مش يرفع معك خلاص بنسجل القيمة ديات كم 68.3 68.3 بتاع الـ الـ والتش والكارنت 8 ميلا امبير زي ما احنا شايفين كده مش مشكلة الـ الـ بس نعمل تاني نشيلها ونعمل تاني عشان نبتدي نعمل الـ الـ ننزل ننزل لغاية ما يريلي يفك الكونتاكات بتاعته تاني هو عند تلاتة ميلا امبير تقريب تمام؟ هنا نكتب قيمة الفولت 18 علامة 9 أربعة والكارنت نشيل الـ عشان تقدر الكارنت تقدر تلقاته ميلا امبير خلاص كده اول صفة خلصة طبعا انا هكتب لك ايه يعني لو اللي في اي مشكلة ولا حاجة لا مفيش التوصلات بتاعته متربط الاسلاك كويس مظبوط كتب مظبوط هلو موجود زي الـ امبير تسليست ولا لا اقول كونتاك تشيك هنشيك كونتاك داكات ان شاء الله والكونتاك تيميزيستنس مجرد هننسهل بعد كده ان شاء الله في نعيتي اختبار ايه الفجر رقم اتنين او الاختبار التاني الطايم بقى عشان نختبر الطايم او الان نرفع الريديد فولتش بتاع رلي داوات مية خمس وعشرين بعض الالهاتة تبقى مية تمانية وعبين فولت بس انا نرفع مية خمس وعشرين كده اوكي وبعدين نعمل هنا كونتاك بتاع المسي بي وعبارة عن كونتاك نورمالي اوبن اللي هو هن ده المسي بي اللي هيعمل ستارت للطايمر وستوب للطايمر كونتاك برضو انه هو كده ونعمل اا هنعمل اوف نعمل المسي بي اوف ونبتدي نعمل اون بلاس تايم كده اوكي تقول نعمل اون بلاس تايم الطايمر مش هيعد الا لما ارفع المسي بي عشان يبتدي يعدني ان البول بتاع المسي بي جاي هنه ويباردو البول التاني رح هيدي بوسطف للريلي يبقى يوصل البوسطف مع الستارت بتاع الطايمر اداني خمسة ميل ساكند في البيك اب وانا لا هنا هنا. وبعدين رقم سلتين فورتين. وبعدين انا كده اعمل طيب لو عملت كده هيصفر لي طيمر. بعدين انا راح جاي اعمل بالمسي بي اوف. ما عملش حاجة. طيب. اه. فاعكد لازم اعكس دول بقى. لان دلوقتي الكونتكت. اه ده دلوقتي اون يعني الطايمر لازم يكون انسي. وده انسي. وممكن تريد احد مغيك وتنور الاتنين جول. هنشوف كده الاول. هيديني. ده ما انا متوقع. ده ما انا متوقع. برضو. هنا طبعا احد مغيك كده وتعمل الاتنين دول اون والاتنين دول اون بحيس ان هيشتغل معك في اي وضع. يعني هنا دي معناها كده اللي دين منوارين. معناها ان في اي وضع من دوله يتغير يحس باي تغيير بيروح اعمل استرد. يحس باي تغيير يعمل استرد. طيب. اخر اختبار اللي هو انك تعمل اون. و اون للامي سي بي. اللي هو اخر تيبل ده. وتروح جاي تشايف الواط عندك كان. وبعدين اه الفولتش وان ودول. و حدوث باييرا. بطراحي طبعا بنسبة للتايم من الحدود تمانية ميلي سيكنت. اترى الاي المت يكون متع جوه الحدود دي جاي من المنوي وطبعا اللهمت دي اي جزيرة اللي ليه بيختبر نفس الطريقة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته